رعى أمير منطقة الرياضة الأمير فيصل ببندر بن عبد العزيز فعالية سيرة مجد بمناسبة اليوم الوطني السعودي السابع والثمانون للمملكة وذلك باستاذ جامعة الملك سعود بن رياض الفعاليات شاركت بها أكثر من مئة جهة وتهدفوا إلى تعزيز الوطنية وشاركت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذا الحفل وقدموا للزوارة شيئا بسيطا على الإنجازات التي توصلوا إليها أكرمنا الله بأرض قنية بالخيرات التي ساهمت في التطور الصناعي والتقني وما نحن في مدينة الملك عبد العزيز لعلوم والتقنية إلا جزء من هذا التطور شاركنا في سيرة مجد بالعديد من المسارات والعديد من المعاهد معهد بحوث علم المواد والحاسب والطيران أو غيرها وقاموا طلاب كلية الطب بجامعة الملك سعود بمبادرة تسمى كن صديقي للأطفال وكان عدد المتطوعين في هذه المبادرة مئة متطوع وكانت تستقبل ما يقارب خمسمائة طفل مبادرة تكون صديقي نشأت عن طريق طلاب وطالبات كلية الطب في جامعة الملك سعود هدفنا الأساسي هو توفير بيئة محفزة ومشجعة للأطفال في المستشفيات عن طريق رعايتهم بفعاليات معينة أو تحقيق أماني لهم أو فعاليات مختلفة نحن نسويها تطوعا من الطلاب أسبوعيا في المستشفيات وكان هناك قسم الصحة وتنظمه المدينة الطبية بجامعة الملك سعود وتم تجزئة قسمهم حيث يخدم جميع الفئات العمرية طبعا أنا المشرفة على الركن الصحة من المدينة الجامعية ركن الصحة طبعا نتكلم فيها عن الماضي العلماء المسلمين في الماضي وكيف استفدنا من هذه المعلومات والإنجازات في الماضي أن نطبقها في الحاضر طبعا باستخدام جميع الأدوات الحديثة الجراحية الحديثة في المجال الطب والجراحة بشكل عام وطبعا بدعم من حكومتنا الرشيدة ولا ننسى ما قدمته مؤسسة موهبة في فعالية سيرة مجد حيث أقامت ثلاثة ورش عمل متنوعة وكانت تدعم أفكار الأطفال وتنمي قدراتهم وتجعل من كل طفل موهبة مهند المالكي للإخبارية الرياض